أتمنى من الشعب المصري وسمعني دلوقتي اللي في إيده حاجة يعملها لحد جاره يعملها لأن ربنا هيديله وبعدين أنت عارف حالة الشخص ده كويس طبعا يعني مش حد بيكون بيداق أو حد بيقول معيشه هو معاه طبعا أنت عارف ظروفه كويس حضرتك كل اللي إحنا فيه ده من عند ربنا الحمد لله من عند ربنا وأتمنى الناس تساعد بعضيها إن زمان حضرتك كانت الناس ساكنة مع بعض في قوض فاتحيني القوض على بعض وباكله وشربه مع بعض ما تلاقيش حد زعلان من حد لو حد معوش فلوس ولا عنده أكل فيه حبيبه اللي قدامه عنده هيساعده فمش هي الهم حاجة الزمن دلوقتي حضرتك تغير الناس ما بقيتش مهتمة بعضيها بس لسه الخير موجود الحمد لله الخير موجود خير لسه موجود لو ما بنعملش خير ما كانش زمننا في اللي إحنا عاديين فيه دلوقتي فأتمنى من الناس اللي ربنا ميديله حاجة زيادة يبص على اللي جنب انت بعد فقدك لوالدك والدتك ازاي ازاي حسيت ان الست دي أم بديلة لك بص حضرتك انا بدأت الحكاية من ثلاث سنين انا كرمت من ثلاث سنين الف وماتين أم عملت اسوان في الشرع ودعيت الناس جم وبعد كده من قيمة سنة 2018 كرمت ثلاث تلاف أم اعملت اسوان وكرمت ثلاث تلاف ازاي ده ربنا مديني على قد نيتي انا اتحرمت من أمي ويا بخت اللي عنده أمي فقدت أمك وانت عندك كم سنة فقدت وانا عندي 16 سنة اه فانا من هنا بقول يا بخت اللي عنده أمي اني انا اتحرمت من أمي وكتروح في أمي فعايز أقول لحضرتك كنت بعمل حفلات دي مش عشان حاجة عشان أنا شايف الناس دي كلها أمي أمي أنا اني الحرمان وحش وربنا بيعوضني خير ان أنا بعمل للناس الخير عشان ألاقي خير حضرتك انا السنة اللي فاتت عملت 3000 أم تكريم وكانوا بيجو ده مجهود شخصي يا سوزائي مجهود شخصي حاجة خصة بيك الحمد لله حضرتك الناس كانت تجيلي على الصوان تعدين ياخدوا واجبهم وياخدوا هداياهم وكان بيبقى فيه بعد كنت بتكرمهم ازاي نعم فاندر بتكرمهم ازاي شهادة التأدير طبعا لها ابنك أيمان جورش الأم المثالية اللي تعبت وغبت مع تحيات ابنك أيمان جورش مهدية كده رمزية على قد يعني فالمم حضرتك ايه لغيت فكرة ان انا اجيب الناس واتعب الناس لان فيه أمهات كبيرة جاية مش قادرة مش قادرة واللي بيجي بيت في حق التوك توك واللي بيجي حق عربية واللي مش لقى عربية الكلام ده كان في المرج كان في العين شمس في العين شمس ده في 2018 السنة دي بقى حضرتك ربنا ألهمني برضو كل ده بتاع ربنا كرمت خمس تلاف أم وزيادة بس المرة دي رحت لهم البيوت يعني حضرتك من دمن الحاجات الناس كلمتني أنا وحيد أمي وأنا في الكويت أرجوك تروح تكرم مامتي عشان أنا مش موجود طب انت بتعرف الناس دي ازاي أو هم بيعرفوك ازاي عن طريق الميديا عن طريق الفيس وبعدين بس كل الأمهات دول في النطاق بتاعك فان شمس بص يا فانديم أنا بروح أخبط على البيوت معي مناديبي أخبط على البيت الحاجة موجودة تطلع الحاجة حضرتك أيمن جورج مع حضرتك المندوبة تقول لها أيمن جورج مع حضرتك جاي كرم حضرتك فقبلتني حاجاتة فانديم بقيت تعايت وأنا ماشي يعني بخبط على واحدة وبقول لها أنا جاي كرم حضرتك قادي الأم تقول لي أنا أنا وتعايت معنى حضرتك أنت بتعايت لإيه تقول لي ربنا ماكرمنيش بخلفة أنا بقالي 25 سنة أنا ما بخلفش فالموضوع عامي يعني إنساني أكتر من أن أنت رايح لحد الكرم أنت بتحس بإيه بعد ما بتعمل أنا بحس أنا أنا يكفيني دعوة بس أنا الدعوة هي اللي بتعود لي لأن أنا مش أخد حاجة والدي سايب لنا خير ردوني كتير أخدش حاجة معا بس الناس بتحلف بللي كان بعمل رب يكرمك وي وفاك وأنا متربع لو وطيرته أنا ما عندناش مسيح ومصر نديش حاجة اسمها والله ولا حد عندنا عندهم قصة دي أصلا الموضوع بيش كلام دي الموضوع يعني بيخش في النطاق فيه ناس كده يعني يعني احنا على هوا فيه ناس ما بتحبش الخير لنا بص الناس